السلام عليكم اليوم هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي بشكل مبسط الاشخاص التقنيين والاشخاص المتخصصين في المجال في بعد أعمق الموضوع متروك لأي شخص أنه يبحث فيه ولكن في الفيديو هذا هنتكلم بشكل مبسط جدا عن آلية وفكرة الذكاء الاصطناعي طيب البكاء الاصطناعي في الأساس هو من نفس المسمى هو ذكاء غير حقيقي ولكن محاكي لواقع افتراضي مبني عن البيانات الموجودة طيب بكل بساطة هي في أكثر من قسم كل قسم لو أهمية متكاملين يلعبون دور في إيجاد خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي متميزة أول وأهم قسم من هذه الأقسام هو استقبال البيانات بشكل صحيح اللي هو الانفرميشن سواء كانت نص أو صوت أو صورة تمام وهذا المجال هو مجال مش جديد هو مجال قديم و متطور ولكن مرتبط بتطور بتطور الأجهزة والتكنولوجيا الخاصة بالصوت والصورة تحديدا تمام ولكن في البداية هي بدأت نصية تحليل المعطيات النصية طيب في شوط وفي مرحلة هي مرحلة أقولها أنه تطابق الطلب بشكل صحيح وبشكل مفهوم للنظام المتلقي بمعنى أنه أنا لو كتبت أو اتكلمت أو ظهرت بفيديو معين هل اللي أنا أبقى وصله وصل بشكل سليم للنظام ولا لا هذه الجزئية كانت موجودة مثلا في التكس تكس نيشن في محرات النصية في عملية الترجمة عملية التصحيح اللغوي هذه كلها حتى حتى سياق النص يعني إذا وضعت الفاصلة بشكل غلط إذا يعني نسيت النقطة هذه كلها كان موجودة من فترة طويلة ولكن كانت تتحسن تتم تحسينها وتطويرها مع المنتجات الجديدة ومع الإمكانيات الأجهزة وتقدمها وتطورها تمام ولكن الآن وهم معلوم في المجال التقني أن الأشياء تصغر تمام تصغر في حجمها ولكن تكبر في التقنية كتقنية طيب المدخل عشان يكون سليم بيعتمد بشكل رئيسي على الجهاز تمام تعديدا في موضوع الفويس والفيديو وبشكل ثانوي بيعتمد على السوفتوير اللي بيحلل المعطيات هذه تحليل البيانات هذه بيعتمد على الخورزمية الموجودة في البرنامج المستخدم في التحليل ويعطاء نتيجة سليمة وهذا الآن كله بنتكلم نحن عن المدخل تمام فالبرامج فالبرامج اللي موجودة أو التقنيات الموجودة في الذكاء الصناعي بتعتمد على الموديل الأساسي تمام وفي مجموعة من الموديل الآن الموجودة هي المتصدرة حاليا هي ال LGBT 4 وكانت لها إصدارات قبلها 3 2 1 تمام ولكن الآن وصلت لمرحلة تكون متاسة الشخص اللي يبغى يفهم أكثر تمام لابد أنه يرجع للنموذج الأساسي أو النموذج الأول لتطبيق هذا كله يعتبر اتجاه أو تطبيق في مجال الذكاء الصناعي تمام اتجاه أو تطبيق نفس الفكرة كانت في موضوع الكلاود هوستينج يعني النمط المختلف للصدافة السحابية وهذه مسميات هي مسميات تعبيرية مسميات تسويقية ولكن في الأساس هي نفس التقنية اللي كانت موجودة ولكن ب بأسلوب مختلفة تعم بأسلوب كانت مختلفة الآن الموديل الأساسي هو هذا يعتبر إذا كانت الذكاء الصناعي هو عربية فالموديل هذا هو المحرك المحرك الأساسي هو له أهمية ولكن برضو الموديل الأخرى كمان لها دول هي مجتمعة متكاملة بشكل ممتاز بتعطي نتيجة سليمة من اللي يحكم عليها يحكم عليها المستخدم هل المدخل سليم هل المخرج سليم في البيانات إذا سليم يبقى النتيجة أصبحت صيحة الموديل هذا في محاولات برضو أن يكون في موديل open source مفتوح لأي شخص أنه هو مثلا open GPT دل تستطيع أنك إذا أنت شخص مهتم أو مطلع أو حتى متخصص أنك أنت تدرس النماذج الموجودة المحاكية للموديل اللي هو GPT تمام الموديل هذا هو اللي بيدير عملية إدخال البيانات ومعالجتها وعطاء النتائج تمام مثلا بشكل مبسط ممكن تستطيع أنك تتصور الموضوع كأنه الأكسل شيت تكتب في الأكسل شيت بطريقة معينة وتستخرج البيانات بطريقة معينة ولكن الأكسل شيت يعتبر قاعدة قاعدة للبيانات هذا الموديل هو اللي يحدد كيفية التعاطي مع المدخلات ويحدد أيضا كيفية الرد على المدخلات بمخرجات متوافقة مع هذه المدخلات تمام زي ما سبقوا تكلمنا أن المدخلات النصية والصوتية والفيديو تعتمد بشقين أول شي على الأجهزة يعني ممكن يكون موجود صفتوير ممتاز وكل شي ممتاز ولكن الجوال والجهاز الكاميرا حقه ضعيفة الفويس كلنا الجيل الموجود ضعيف فما هيعطي الأداء الممتاز تمام بينما لما يكون تكون الكاميرا مواصفاتها عالية يكون الفويس الفويس ديفايس الانفوت ديفايس يكون الكارت مواصفاتها عالية حياتي نتائج أفضل تمام فهي شقين شق معتمد على الهاردوير والشق الآخر هو معتمد على الصوت وهذا هو مثال له سواء كان OpenGPT إلى الام الآن اللي هو طالع من فيسبوك جات جي بيتي اللي موجود تمام كل الشاشة هذه انت لما تتعامل بترسل نص أو بتستخدم تستخدم البرنامج تمام كلها هذه هي واجهة هي واجهة ولكن المحرك المحرك في الخلف هو المودل سواء كان في الجات جي بيتي هو الجي بيتي فور الآن حاليا مام طيب انت كشخص متخصص تبقى تتخصص في المجال هذا أو تبقى تطلع أكثر لازم تدرس الجي بيتي فور وتدرس تاريخه وتدرس النموذج الأول ليه هو أهم حاجة النموذج الأول ليه تدرس وتفهم هو تركب كيف طعم هو في النهاية في مبرمجين عملوه لكن السياق والطريقة وتاريخه مهم عشان تستوعب وتفهم الألية كيف ماشي طيب بعد كده الاستخدامات تعتمد وتختلف حسب السياق يعني أنت دي حين لو جبت أستاذ لغة عربية هو أستاذ لغة عربية متخصص في اللغة يستطيع يجيبك ويتفاعل معك على المعلومة اللغوية تمام ولكن إذا طلعنا في نطاق آخر سواء كان في الرياضة أو في الفن أو في آخره فهو كلغة موجودة عنده القواعد السليمة النط السليم المفادات السليمة ولكن المصطلحات الخاصة بالمجال والسياق وتاريخ المجال والحكاية والرواية والأحداث المحيطة بالمجال هذه أستاذ اللغة ليس لديه اطلاع على هذه البيانات كذلك الموديل الموديل هو يتفاعل مع الشخص بناء على البيانات الموجودة لديه فإذا كانت هذه البيانات غير موجودة أو ناقصة هذه تؤثر في النتائج فعلى هذا الأساس النتائج بتعتمد بشكل أساسي على أكثر من جانب الجانب الأساسي فيه المدخل يكون سليم والمدخل يتفاعل مع اللغة مع الأجهزة المستخدمة مع سوفتوير الذي يعالج البيانات وهو الموديل هو جزء من الموديل شيء الآخر هو تغضية النظام في هذه الحالة الـ LGBT هل هو مغذى هل هو مثقف يعني لنصح التعبير هل هو مثقف بالبيانات التي تريد التفاعل معها إذا كان غير مثقف وغير محتوي للبيانات التي تتحدث عنها لن يكون هناك تجاوب الأهمية الأولى كتقنية هي موجودة ولكن الأهمية الثانية كمان كبيانات لابد أن البيانات هذه تكون مغذى داخل النظام طيب الفرع اللي هو الآن في محاولات لتأسيسها وله زالت هذه برضو كل تقنيات هذه هي مش جديدة ولكن الآن أخذت اتجاه أنضج يعني هي نضج ولكن كان فيه فترة زراعة وفترة للري والآن هي فترة الحصاد ولكن حتى الحصاد هو حصاد محدود يعني محدود بمعنى أنه فنفترض لو جنا عدد الفواكه الموجودة على الفواكه الضخمة وكل واحد لها طريق الزراعة ولكن الزراعة كمبدأ هو واحد ولكن يختلف حسب بيئة الثمرة وموسمها وإلى آخر فهنا أقلب البيانات التي تم تغذيتها في الأنظمة هذه هي بيانات اللغة الإنجليزية لها نصيب لأعظم في الموضوع المعلومات الأهم فالأهم واللي هي موجودة على الإنترنت لها نصيب أكبر تغذية من مصادر أخرى سواء كانت مرئية ومسموعة ومتاحة هي لها النصيب الأكبر ولكن المعلومات والثقافات واللي هي غير منتشرة ليس لها الحظ أكبر في التجاوب هنا سواء كانت لغة أو ثقافة أو معلومات أو حتى اتجاهات وألعاب وصناعات مختلفة خير التطور الآن هو هو في اتجاه إلى تطوير تطبيقات ملموسة سواء كانت أجهزة جزئية أو أجهزة كاملة أجهزة جزئية مثلا في مجال المصانع في مجال بعض الأنظمة المتفاعلة هذه الأنظمة وهذه الأجهزة هي هي أجهزة حذروليكية أجهزة تعتمد على الجانب الفيزيائي أكثر من الجانب الفني ولكن هي أجهزة سواء كانت ذراع أو كان لمبة البيت التي يتم تشغيلها وإطفاءها هذه موجودة هي لمبة موجودة ولكن يتم تطويرها وتحسينها بحيث أنها تستطيع استقبال أوامر تستطيع استقبال أوامر وتنفيذها بشكل متميز وهذا جانب فيزيائي بشكل كامل ولكن المستقبلات للأوامر تعتمد على أنظمة شبيهة بالجات جيب فبنفس الطريقة المدخلات كانت بتهتمد على السوفتوير لإيصال معلومة صحيحة للنظام الآن العملية عكسية العملية بتأخذ وامر من النظام وتطبقها على الأرض بشكل فعلي سواء كان هذا ذراع ريبوت في مصنع سيارات أو حتى لمبة سويتش لللمبة في عملية إطفاء أو تشغيل أو إطفاء اللمبة القرار المتخذ يعتمد يعتمد عليه على الجنشي ولكن التعقيدات الموجودة في التنفيذ يعني مثلا أعقد مسألة موجودة هو الروبوت الآلي الروبوت الآلي خصوصا الدراع في مسألة الامساك بالأشياء سواء كانت الأشياء هذه رخوة الأشياء هذه زجاجية قابل الكسر الأشياء هذه ثقيلة فهو لابد الدراع هذا يكون على علم مسبق بهذه الأشياء وعلى علم مسبق في آلية تعاملها هو إلى الآن لم يصل للمرونة الموجودة في الكائنات الحية لم يصل لهذا وصعب يصل لمرحة الإتقان ومرحة السدال الكامل ولكن في بعض الجزئيات بعض الجزئيات خصوصا في المصانع السيارات في بعض الأنظمة بعض الآلات بعض الأمور الروتينية الآن هو يستطيع أنه يكون له دور فعل تمام فالارتباط نختم بهذه النقطة الارتباط الآن لو تلاحظ المدخلات السليمة والمعالج اللي هو المودل المعالج السليم المبني على بيانات سليمة حيطينا مخرجات صحيحة المخرجات الصحيحة هذه قد تكون معلومة قد تكون صوت قد تكون صورة قد تكون فعل سواء كان إطفاء لمبة تحريك هدروليكي أمر معين إقفال إفتاح فتح باب كل هذه أوامر تعم ولكن هذا التخصص هو ليس عمل لشخص واحد ولكن لأقصام مختلفة وأهم قسم في الموضوع هو قسم التكنولوجيا وتطويرها بالنسبة المدخلات القسم الآخر في الجانب برمجيات وتطوير المودل بحيط أن يكون مفصل بشكل جيد لخدمة بيانات معينة في مجال ما والقسم الأخير هو القسم في الغالب فيزيائي هو عمل الأفعال الناتجة عن هذه التنفيذ أو تنفيذ الأفعال المطلوبة فهذا شيء كل تخصص من تخصص الوحد لا يستطيع أن يقوم بكل شيء ولكن هو تكامل مبني على الوجود ختاما في كل المجالات لا يوجد منتج أو حل مناسب لكل الثقافات وكل المجتمعات وكل المجالات الفنية أو الإدارية لا يمكن وجود مدرسة وحدة أو برنامج واحد أو داتا ستة وحدة هي التي تخدم الجميع صعب هذا الموجوع في كل المجالات حتى المجالات التي تعتبر في تلقيها سهلة الموسيقية كان فيه هناك جهود لتوفير أو مدرسة موسيقية واحدة تطقى على كل المدارس الموسيقية ولكن هم فشلوا فاللا مركزية هي حتمية في مجال التقني هي حس حتمية اللا مركزية وكذلك في الذكاء الاصطناعي اللا مركزية أيضا هي حتمية لأن المركزية هي تعتبر تريند أو موجة ولكن ها تفشل دائما المركزية تفشل دائما فيما بعد البيع في توفير الخدمة في توفير المعلومة في توفير التدريب في إصلاح العطال في تلبية الاحتياجات الاحتياجات بشقها شق تصميم الحلول والمنتجات بحيث أنه المنتج الذي يصل للشخص في بيئة ما وثقافة ما تكون متناسب الاحتياجات وقبل المتطلبات المركزية تفشل في هذا الشيء المركزية أيضا تفشل في تلبية الاحتياجات الناتجة عن هذا المنتج وهذه خدمة تمام فلذلك أيضا هذا الفشل هو يدفع في اتجاه اللامركزية واللامركزية يعني بشكل مبسط أن لا يكون هناك مطعم واحد مطعم عالمي لا يمكن هذا الشيء ولكن هناك مطاعم هناك عدد كبير من مطاعم وأكلات مختلفة تمام ولكنها هي في الابستركشن فورم والفورم البسيط لها هي أكل ولكن مقاديرها وطريقة إعدادها والماء وشابية الأكلة هذه مختلفة من مكان لآخر تمام فلا يمكن لوجود أكلة واحدة مدرسة واحدة أداء واحد طريقة الطلب واحدة لا يمكن هذا الشيء وإن كان هناك ويوجد محاولات ولكنها دائما تفشل فالتقنية هي هي ولكن استهلاك التقنية هذه هو حتمي سيكون لا مركزي تمام والمركزية التي تحاول بعض الشركات تقوم بها ليس في توفير المنتج ولا توفير الخدمة ومستطيعون هذا الشيء ولكن توفير خدمات بعد البيع وتوفير الاحتياجات الناتجة عن هذه الخدمات ومنتجات دائما الشركات تفشل ولو أردت أن تجرب بشكل عملي لو عندك مشكلة في أي خدمات جوجل الآن تستطيع تكلم مين لو رسلت رسالة للدعم الفني في جيميل تقول لهم عندي مشكلة أو إيميلك راح كل بياناتك راح تكلم مين ما في حد والرد صعب تروح لأي فرع ما ما في الخدمات المركزية الضخمة تفتقر لتلبية الاحتياجات الفردية البعيد والمجال مفتوح الآن ما في مننا أحد الدعي المعرفة ولكنها هي محاولات لفهم الواقع والخروج بنماذج تترجم احتياجات الواقع الذي نعيشه وليس الذي ننظر ونطللل السلام عليكم مرحبت الله مرحبت الله مرحبت الله